ونبقى في الديد حيث قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة قبل ظهر اليوم بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة واجب العزاء الى ذوي واسرة شهيد الوطن سلطان محمد بن هويدن الكتبي الذي استشهد ضمن قوات التحالف العربي للذودي عن الحق ورفع الظلم عن الاشقاء في اليمن كما قدم واجب العزاء الى جانبي سموه معالي الدكتورة امل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد الانهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم في الشارقة هذا واعرب صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته مجلس عزاء الشهيد عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد سألنا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان اشتركوا في القناة